طيب بعد الفوز بالامس على حرس الحدود الناس بتتكلم بقى على مباراة الاسماعيلي هتكون في برج العرب ان شاء الله يوم الجمعة القادم وبعدها ب 72 ساعة الاهل عنده مباراة على التحاد السكندري ايضا في برج العرب امكانية ان الفريق ان شاء الله يكون في معسكر في برج العرب يقعد هناك الثلاثة ايام بين مباراة الاسماعيلي والاتحاد اكيد الجهاز الفن عيحضر لده ويشوف ده بالنسبة لما حاجة عشان يشوف افضل حاجة بالنسبة للفريق الفترة الجاية عشان ما يكونش فيه جهاد سواف السفر من القرارة الاسكندرية خلال الفترة اللي جاي مباراة الامس رغم ان الاداء ما نلش استحسان الجميع لكن في نفس الوقت انت خطفت المباراة في الجزء اللي انت قد تعيز وعايز تحقق السلس نقاط او زي ما بيقولوا ممكن تتعمل فوز تجاري بتكسب وتحقق الصدارة وفي نفس الوقت بتشتغل على المرحلة الجاية لكن اهم في حاجة في التوقيت ده وانت راجع من تأثير فيروس كورونا وتوقف النشاط وانت لغاية دلوقتي بنتكلم لعبين حوالي 8 مطشاط او 7 مطشاط فبالتالي ان شاء الله الفترة الجاية المستوى هيبقى افضل لكن الفايدة والميزة انك بتكسب في اللحظات الاخيرة ودايما السكاوتينج او التحليل الرقم للنادي الاهلي الاهلي بيقدر يعمل ارقام جيدة جدا في اخر ربع ساعة من المباراة مش هتكلم على بلاس 90 فوط 90 فوط 90 دي مركة مسجلة باسم النادي الاهلي في اي لحظة من لحظات المباراة هدف وليد سليمان انتش بتتكلم عن لعب عادي وليد سليمان الساحر وليد سليمان اللاعب اللي تقدر تقول عليه عنده امكانيات عالية جدا على فكرة وليد بيلعب جزء من المباراة لكن مع ذلك بيحترم رؤية الجهاز الفني وهنا ده اللاعبة اللي بتقدر تشتغل على احتياجات الجهاز الفني والفريق محتاج ايه وده حاجة ايجابية للعب كبير وكابتن من كباتل الالزة وليد سليمان مهما تقال على وليد سليمان هو بالنسبة لنا الساحر الساحر القروي اللي بيقدر يمتعنا بمهاراته وامكانياته وقدراته ما هنا السحر سحر عن سحر يفر اخدوا بالكم لان هنا السحر سحر الملعب سحر الاداء سحر الفنيات في ناس بتتمنى ضفر وليد سليمان يكون عندها لكن مش عارفة تجيب نوعية زي نوعية وليد سليمان وليد سليمان من النوعية اللي كانت موجودة مع جيل عظيم جيل محمد برقات ووائل جمعة وعمد متعب وتريكا جيل جيل كان على أعلى مستوى لكن دلوقتي تتكلم في لمسة فنية للعب موجود في الدور المصري غير موجودة في أي نادي آخر ولو نشوف وليد سليمان بعدد الدقيق اللي شارك فيها لكن بيصارع على الصدارة والهدفين ومش من ضربة الجزاء وليد سليمان أهدافه كلها ملعوبة سواء مرمز مالك في الجونة في بطولة إفريقيا الهدف اللي أحرازهم بارح تحسوا كده أن الأهداف متشابهة لأن سحر اللاعب هنا سحر فني وسحر في العقل بالأداء المتميز ريحة طيبة من جيل عمل إنجازات وبطولات لجاية اللحظة دي أنا عارف أنها بتمس العقدة لبعض الناس وبتحاول أنها تتناسها لكن وجود وليد سليمان بيفكرهم بالذي مضى